بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد من هذا البرنامج الذي أسأل الله العلي القدير أن ينفع به الجميع في بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء السلام عليكم وعلي الشيخ صالح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وأثابكم الله نبدأ على بركة الله بما سأل عنه الأخ أبو هيثم يقول في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبت يسأل بارك الله فيكم عن هذه الآية وما هو الحق الذي يتواصى به الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه سورة العصر على اختصارها ووجازة ألفاظها قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وذلك أنها تتضمن أربعة أشياء تواصوا بالحق قال سبحانه وت إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فجميع الخلق من بني آدم كلهم في خسارة أغنياؤهم وفقراؤهم ملوكهم وصعاليكهم علماؤهم وجهالهم كلهم في خسارة إلا من اتصف بأربع صفات في هذه السورة الأولى الذين آمنوا الثانية عملوا الصالحات الثالثة تواصوا بالحق الرابعة تواصوا بالصبر فالإيمان بالله عز وجل تضمن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره فهذه أركان الإيمان وهي ستة وعملوا الصالحات عملوا الأعمال الصالحة المشروعة الخالصة لوجه الله العمل الصالح ما توفر فيه شرطان أن يكون أن يكون صوابا أن يكون عملا صالحا خاليا من الشرك والريا والسمعة خالصا إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثالثة تواصوا بالحق وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والعلم والتعليم تواصلوا بالصبر لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله يحتاج إلى صبر لما يتعرض له من الأذى من قبل المخالفين والمعارضين فلا بد أن يصبر على أذاهم ويتحمل ما يلقى في سبيل الله سبحانه وتعالى نعم نعم بارك الله فيكم واثابكم الله أيضا نستقبل هذا السؤال من محمد عبد الله من الجبيل يقول في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا يسأل عن الأمانة ما المقصود بها وما هي ثمرات هذه الآية المباركة الأمانة هي الأوامر والنواهي التي جاءت جاء بها الكتاب والسنة فهذه أمانة بين العبد وبين ربه أن يخلص دينه لله وأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا وأن يؤدي الفرائض التي افترضها الله عليه هذه الأمانة حمله الله هذه الأمانة وقد عرضها الله عرض تخير على السماوات والأرض والجبال فعرضها على هذه المخلوقات عرض تخير إن قاموا بها فلهم الثواب وإن لم يقوموا بها فعليهم العقاب فهذه المخلوقات آثرت السلامة على الغنيمة أبينا أن يحملنها وحملها الإنسان آدم وذريته آثر الغنيمة على السلامة حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا يعني جنس الإنسان هذه صفة أنه ظلوم جهول إلا من هداه الله سبحانه وتعالى ووفقه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ينجو من هذه الصفات نعم أحسن الله إليكم الأخ حمدي عبد الباري مصري مقيم في المملكة يسأل عن الزكاة حفظكم الله ويقول من هم أهل الزكاة حيث أن هناك تتشابه علينا بعض الأمور وبعض الحاجات لبعض الناس من هم أهل الزكاة المحددين في الآية الكريمة أهل الزكاة هم الذين ذكرهم الله في هذه الآية إنما الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية صناف هم أهل الزكاة لا تصرف إلا لهم لأن الله خصهم بها وحصرها عليهم فلا تجزي إلا لهذه الأصناف الثمانية أما التبرعات والصدقات والمساعدات فهذه باب آخر إنما الزكاة لا بد أن تصرف في مصارفها الشرعية نعم أحسن الله ليكم وأثابكم الله يقول عبد الله سعيد من أبها يقول في قوله تعالى وَقَذَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا يقول ما الحكمة من ارتباط عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله عز وجل ببر الوالدين نعم لأن الوالدين هما أعظم محسن عليك بعد الله سبحانه وتعالى غذ ياك ورب ياك وراع ياك وأنت صغير فهم أعظم محسن بعد الله سبحانه وتعالى عليك فلذلك جاء حقهما بعد حق الله سبحانه وتعالى مما يدل على أكدية حق الوالدين نعم بارك الله فيكم أيضا ننتقل إلى سائل آخر من مصطفى يحيا من جدة يقول في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية يسأل بارك الله فيكم عن هداية القرآن الكريم للمسلم وكيف يجب عليه أن يتدبر القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي يعني يدل ويرشد ويبين الطريقة القويمة وهي التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده فهذا القرآن يدل على الصراط المستقيم وعلى الطريق الصحيح الموصل إلى الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم أبو هاشم من الرياض يقول ما هي العبادات التي تسقط عن كبير السن حتى وإن كان لا يستطيع أداءها لا تسقط العبادات عن أحد ما دام عقله ثابتا سواء كان كبير السن أو ما دونه لكنه يؤديها على حسب استطاعته قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال جل وعلا هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج فهذا الدين ميسر المريض له أحكام والصحيح له أحكام والمسافر له أحكام والمقيم له أحكام فهو يتناسب مع أحوال الإنسان نعم نعم أبو عبد الله من جدة يقول الانتماء إلى مذهب من المذاهب الإسلامية هل هو من تمام إسلام المرء الإنسان الذي يعرف يعرف الدليل ويعرف الأحكام لا يجوز له أن يقلد أحدا بل عليه أن يأخذ الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وهذا هو الفقه في دين الله عز وجل أما القاصر والعاجز الذي لا يستطيع أن يأخذ الأحكام من أدلتها فهذا يتبع أهل العلم يتبع أهل العلم المتمسكين بالكتاب والسنة ويعمل بما يقولون ولا بأس أن ينتمي إلى مذهب من المذاهب الأربعة السنية ويأخذ به قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالواجب على من لم يرزق العلم أنه يسأل أهل العلم ويأخذ بقولهم وما يفتونه به نعم أحسن الله إليكم أبو عمر من الجوف يقول في قوله تعالى خلق الإنسان في كبد هل هذه من ما قدر الله سبحانه وتعالى للإنسان وهو في بطن أمه أمن الكبد والتعب حصل له بعد ولادته لقد خلقنا الإنسان في كبد والكبد هو اعتدال القامة وتناسب الأعضاء وما جعل الله في هذا الإنسان من حسن الخلقة ومن الفهم والعقل فكبد يعني أنه سوي الخلقة متكامل القوى هذا قول والقول الثاني في كبد يعني في مكابدة ومشقة فهذا الإنسان ما دام على قيد الحياة فأنه معرض للمشاق ومعرض للشدايد ولكنه يتحمل ويصبر ويثبت على دينه نعم أحسن الله إليكم أبو هيثم من الدمام يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ما المقصود بذلك المقصود بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله سأله قالوا ننصره إذا كان مظلوما فكيف ننصره إذا كان ظالما قال تكفه عن الظلم فذلك نصره كفه عن الظلم نصر له نعم أحسن الله إليكم أبو مشعل من جدة يسأل عن حكم الترتيب في قضاء الصلوات الفوائت نعم قضاء الصلوات الفوائت هل يلزم الترتيب أم مع كل فرض لا يلزم المبادرة بقضائها في الحال ويرتبها يرتبها كما شرع الله سبحانه وتعالى في أيامها ويقضيها ويقضيها في الحال ولا يؤخرها وهو يستطيع قضاءها قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك نعم أحسن الله إليكم يقول ما هو الضابط الشرعي في أن التوبة الصادقة تجب ما قبلها وهل تشمل جميع الذنوب نعم التوبة الصادقة تجب ما قبلها من جميع الذنوب من الكبائر والصغائر والشرك بالله عز وجل والتائب من الذنب كما لا ذنب له يغفر الله جميع الذنوب إذا جاءت التوبة الصادقة فإن الله يقبلها ويمحو بها جميع الذنوب وهذا من فضل الله قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم يعني توبوا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له نعم أحسن الله إليكم بقول مرت علي السنوات لم أكن أصلي ولكن من الله علي سبحانه وتعالى قبل سنة من الآن ورجعت إلى الله عز وجل وإلى الصلوات لكن يقول ما أدري مصير الصلوات الفائتة علي في الماضي سبحانه وتعالى تب تب إلى الله توبة صحيحة وحافظ على الصلوات في مستقبل عمرك إلى أن تموت وأنت تحافظ على صلاتك وعلى دينك وأما ما تركته في الماضي إذا تبت إلى الله توبة صادقة وصحيحة فإن الله يتوب عليك نعم أحسن الله إليكم يقول بارك الله فيكم آدم محمد يقول كيف تكون الصلاة مخرج أو مخرج من الفتن ومن الفواحش قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فالصلاة تعين على على المشاق وعلى النوازل التي كرهها الإنسان تعينه الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر من الأمور فإنه يفزع إلى الصلاة ويقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها فكان صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الصلاة إذا حجبه أمر من الأمور أو استد عليه أمر من الأمور نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله ونذكر الإخوة بأننا نستقبل رسائلهم النصية على جوال البرنامج 05-01-78-55-36 حياكم الله مرة أخرى ونتواصل معكم ومع هذه الأسئلة التي ترد إلينا تباعا أثابكم الله هذا السائل يقول أبناء كسالة أو كسالة في صلاة الفجر ودائما أحاول أن أوقظهم ولكنني أعود من المسجد ولا أجدهم قد صلوا هل أنا آثم بذلك وما هي نصيحتكم لي ولهم قال الله جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها وقال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فأمرهم واصبر عليهم وإذا تلكأوا وقد بلغوا سن العاشرة تضربهم حتى يتأدبوا ويحافظوا على الصلاة ولا تخرج إلى المسجد إلا وهم معك لا تخرج إلى المسجد وتتركهم لا تخرج إلا وهم معهم إلا وهم معك يصبر عليهم أول يوم ثاني يوم ثم يعتادون هذا ويسهل عليهم الذهاب معك إلى الصلاة نعم نعم سؤاله الآخر يقول نصيحة من فضيلة الشيخ وتوجيه لتارك الصلاة بشكل عام نصيحة وتوجيه لتارك الصلاة يجب على تارك الصلاة أن يبادر بالتوبة وأن يحافظ على الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين ولا دين لمن لا يصلي الذي لا يصلي ليس له دين وهو على الكفر حتى يتوب إلى الله ويحافظ على الصلوات الخمس المفروضة ويؤديها في المسجد مع الجماعة لأنها خير له ولأنها نور له في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى وهي واجب عليه ولها فوائد عظيمة على الإنسان يكفيك أن الله أمر بالاستعانة بها على الشدائد واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فهي معينة على المشاق وعلى المكاره وهي لجء إلى الله سبحانه وتعالى في عظيمة النفع في حياة المسلم نعم نعم بارك الله فيكم أبو ياسر من الجوف بعث بعض الأسئلة عن الصلاة يقول حكم البيع والشراء بعد أذان الجمعة الثاني يحرم البيع والشراء بعد أذان الجمعة الأذان الثاني بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ويقول في المؤمنين عموما في بيوت يعني المساجد أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيثاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب نعم بارك الله فيكم سؤاله الآخر يقول بيان كم عدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة نعم تنعقد صلاة الجمعة هذا القول الصحيح بثلاثة فأكثر بثلاثة رجال فأكثر تنعقد بهم صلاة الجمعة نعم يسأل عن حكم حضور المرأة لصلاة الجمعة لا بأس بذلك إذا أنها تسترت وكانت خلف الرجال فألا بأس بذلك أنها تحضر الجماعة ولها في ذلك الأجر والثواب الصحابيات كنا يحضرنا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفنا بعد السلام ويبادلنا بالانصراف ويبقى الرجال في أماكنهم حتى تذهب النساء ثم يقومون إلى شؤونهم نعم نعم بارك الله فيكم يقول أن يحيانا يسأل عنه أن يرى بعض الناس أنهم يؤدون صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة احتياطا لا يجوز هذا ما فيه احتياط يكفي إذا أدوا صلاة الجمعة فإنها تكفي هي فرض الوقت هي فرض الوقت وليس فيه ظهر هي تكفي وهي فرض الوقت إذا صلوها فإنها تكفي نعم يسأل بالنسبة للمسافر جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة لا يجوز جمع العصر مع الجمعة لأنها ليست من جنسها ولأن هذا لم يرد عن السلف أنهم يجمعون العصر مع الجمعة نعم حكم المداومة على قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة فجر الجمعة هذا سنة قراءة سورة الإنسان و قراءة السجدة في الركعة الأولى وقراءة سورة الإنسان في الركعة الثانية هذا سنة من فعله فقد أحسن وله الأجر في ذلك وهذا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليكم أبو عبد الرحمن من مكة المكرمة يقول ويسأل عن حكم وقوف الإيمام في وسط الصف وذلك لإزدحام المسجد لا بأس بذلك الإمام يقف أمام المأمومين إلا إذا كان إلا إذا كان هناك ضيق في المكان فإنه يقف في وسطهم فإنه يقف في وسطهم ويكونون عن يمينه وشماله نعم نعم يسأل يسأل عن حكم صلاة الفرد خلف الصف لا تجوز لا تجوز صلاة الفرد ولا صلاة الناف لخلف الصف للفرد لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصل وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف نعم أحسن الله إليكم أنتقل إلى عوض محمد من أبهى يقول هل هناك صلاة تسمى بصلاة الشكر لا أعرف شيئا من هذا هناك سجود الشكر إذا تجددت له نعمة وإن دفعت عنه نقمة فإنه يسجد للشكر نعم نعم أبو هيثم أردني مقيم في المملكة يقول حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وبغيره لا يجوز الحلف بالمخلوق لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره قوله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قال صلى الله عليه وسلم أيضا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرت نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله حفظكم الله يقول بالنسبة لمال اليتيم إذا حفظ أو نمي هل عليه زكاة نعم تجب الزكاة في مال اليتيم ويخرجها عنه وليه الذي يقوم عليه ويحفظ ماله نعم نعم يسأل يقول حكم التحزب لجماعات مختلفة لا نعرف لها أصل لا يجوز التحزب للجماعات والفرق المؤمنون جماعة واحدة إنما المؤمنون إخوة فلا يجوز التحزب في الإسلام ولا الانتماء إلى جماعات إلا جماعة المسلمين يكونوا معهم ويتبعهم ولا يتحزب لجماعة تخرج عن جماعة المسلمين خصوصا في هذا الوقت الذي كثرت فيه التحزبات والانتماءات والتفرق الله جل وعلا يقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نعم نعم محمد عبد الله أرسل هذه الرسالة يسأل ويقول وهو من الجبال يقول تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة نعم نعم يسأل بارك الله فيكم يقول بالنسبة لتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم متى يكون مقبول ومتى يكون مرفوض نعم تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم والمبالغة في ذلك متى يكون مقبول ومتى يكون مرفوض تعظيم الرسول واجب ولكنه من غير غلو من غير غلو يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم والغلو فلا يجوز الغلو والغلو هو الزيادة عن القادر المشروع نعم أحسن الله إليكم يسأل يقول ما هو التوسل الحقيقي و ما هو التوسل الغير حقيقي أو غير شرعي التوسل المشروع هو التوسل بأسماء الله وصفاته قال تعالى يا أيها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون تقول يا رحمن ارحمني يا رزاق ارزقني يا غفور اغفر وهكذا فتدعوه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وتتوسل بها إليه وكذلك التوسل بالأعمال الصالحة فتتوسل بما سبق لك من أعمال صالحة إلى الله جل وعلا بها كما توسل الذين انطبقت عليهم الصخرة سدت عليهم الباب فتوسلوا بأعمالهم الصالحة فانزاحت عنهم الصخرة وخرجوا يمشون نعم أحسن الله إليكم يسأل يقول بارك الله فيكم بالنسبة الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكمه وهل هناك دعاء معين لا يجوز الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا وسيل إلى الشرك والدعاء مشروع في كل مكان وفي كل زمان والحمد لله ولا يذهب إلى قبر الرسول إلا للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يزور ويسلم عليه إذا قدم من سفر فإنه يزور قبر الرسول ويسلم عليه بعدما يصلي في المسجد النبوي ركعتين يذهب ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه نعم عبد العظيم محمد يقول متى تكون الشفاعة محمودة ومتى تكون مذمومة الشفاعة السيئة مذمومة وأما الشفاعة النافعة فهي محمودة قال جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها فلا يشفع الإنسان بشفاعة إلا إذا كانت محمودة ونافعة نعم نعم عبدالله سعيد محمد من المغرب يقول ما حكم التداوي بغير القرآن الكريم وهل هو مما يقدح في الشريعة الإسلامية التداوي جائز بكل ما فيه نفع وفيه شفاء من القرآن ومن غيره قال صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام قال عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم نعم وما هو التداوي الحرام يا شيخ التداوي بالحرام لا يجوز كل الألفاظ المحرمة والشركية والبدعية لا يجوز الرقية بها والتداوي بها نعم أبو عوض من مكة المكرمة يقول أنا أقرأ على الناس بالرقية الشرعية ولله الحمد ولا أنتظر منهم أي مبلغ ولكن إذا أعطوني أخذتها هل يجوز ذلك نعم يجوز ذلك قال صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله يأخذ الأجر على الرقية ويأخذ الأجر على تعليم القرآن والحمد لله نعم يقول هل يجوز تلاوة القرآن الكريم وأهداء الثواب إلى المتوفة لا هذا لم يرد هذا لم يرد فيه دليل والمتوفة يدعى له ويتصدق عنه ويحج عنه ويعتمر عنه هذه الأعمال التي وردت أنها تنفع الأموات إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى نعم أم هيثم من تونس تقول هل يجوز أن أزور قبر زوجي لا يجوز للمرأة أن تزور القبور قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور وفي رواية لعن الله زائرات القبور فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور لا قبر قريبها ولا غيره نعم نعم سؤال آخر من خالد ابن دهيم الدوسري يقول بارك الله فيكم إذا ما استطاع من عليه الحدث الأكبر الاغتسال بسبب برد أو سبب ربهم في صدره ماذا يعمل يتيمم بالتراب ويكفيه هذا إذا خشي على نفسه من استعمال الماء فإنه يتيمم ويصلي ويكفيه هذا والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا مان فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون نعم السؤال الأخير في هذه الحلقة من الأخ أبو عمر من الجوف يقول السلام عليكم يا شيخ ذهبت بزوجتي مكة لغرض العمرة وكانت حامل وأحرمت من المقات ووصلنا الحرم ومن شدة الزحام خفت عليها ولم أدعها تعتمر خوف عليها ماذا علي في ذلك نعم إذا كان فيه زحام لا تقدمون على الزحام الزحام ما يدوم تنتظر حتى يزول الزحام ثم تطوف وتسعى لعمرتها نعم نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله جعل ذلك في موازين حسناتكم أيها الإخوة الأخوات إلى هنا ونأتي إلى أختام هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه كما نسأله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطان وأن ينصر جنودنا البواسل وأن يغيث البلاد والعباد إنه على كل شيء قدير نلقاكم بإذن الله في لقاء مقبل هذه تحية من الزملاء كافة وبركاته